شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على انهاء المشروعات التي يتم تنفيذها وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات الجارية حاليا لسيما في ظل إجراءات الترشيد التي تم الإعلان عنها وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الإسبوعية بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الحكومة تعمل في الوقت نفسها على إعطاء الفرصة لقطع الخاص لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية المختلفة وحول جلسات الحوار الوطنية أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار وعازمة على المشاركة في أي جلسات أو نقاشات تدعى إليها للوصول إلى رؤى يستفيد بها الوطن في الوقت ذاته أكد مدبولي أن مجلس الوزراء قد انتقل بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة وأنه خلال أيام سيتم تسليم الموظفين وحداتهم السكانية بمدينة بدر هذا وقد اطلع رئيس الوزراء على الجهود والإجراءات المتخدة من جانب وزارة البيئة لدفع عجلة الاستثمار في ضوء التكليفات الرئاسية بتطوير القطاع البيئي والعمل على تذليل مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الهادفة لتطوير القطاع البيئي وحول الشأن السوداني أشر رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الجهد الكبير الذي تبدله الدولة المصرية لإجلاء المصريين من السودان والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها على المعابر البرية